كما أكد الرئيس السيسي أن الواقع الاقتصادية يفرد ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التوميل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة وأضف الرئيس السيسي أن مصر تولي اهتماما بالغا بالبعد البيئي في مشروعاتها التنموية إن معطيات الواقع الاقتصادي تفرد ضرورة تحفيز القطاع الخاص للاطلاع بدور أكبر في توفير التوميل اللازم للنهوض بالمشروعات صديقة البيئة مع تكسيف أليات استخدام مصادر الطاقة النظيفة وإقرار السياسات والإجراءات اللازمة لذلك وفي هذا الإطار تولي مصر اهتماما بالغا بالبعد البيئي حيث أصدرت الحكومة المصرية عام 2021 الإصدار الأول من دليل معيير الاستدامة البيئية تحت مسمى الإطار الاستراتيجي للتعافي الأخضر وذلك بهدف توفير الإرشادات اللازمة لدمج معيير التنمية المستدامة في الخطط التنموية بما ينعكس بالإجاب على جودة الحياة وعملية التنمية ومما لا شك فيه أن فعاليات النسخة الحالية من الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي تمثل فرصة متميزة لتبادل المعرفة والخبرات وتوفير الدعم الفني اللازم لمواجهة تداعيات التغير المناخي ما طرح أجندة واضحة وفقا لجدول زمني لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات التي تواجهها دول القارنة الإفريقية وصولا إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر